اهلا بكم والتحدي السادس من مسابقتنا في البرد هنخس بجد المسابقة اللي مدتها 8 اسابيع فات 5 تحديات والنهاردة معانا التحدي السادس فلو جاهز لهذا التحدي قول لاجل جاهز لهذا التحدي هاي ايو انت ايو انت عايز تبا رشيق تبا رشيق يعني اشترك في القناة بس كده بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته واسعد الله واوقاتكم بكل خير اهلا بيكم على قناتكم وعلى صفحتكم لو نفسك تخص والفيديوهات الحماسية التشجيعية اللي انت لو شايف ان هي مهمة والتحديات اللي انت لو هتشارك معانا فيها ما تنساش تضغط لايق قوي وكمان لو لسه مشتركش في القناة فانزلوا ابطال اشتركوا في القناة علشان تكونوا من ابطال ومن عائلة لو نفسك تخص اكبر عائلة رشيقة في الوطن العربي وكمان في العالم على بركة الله نبدأ مع بعض التحدي السادس من مسابقتنا في الباردة هنخس بجد طبعا انا دايما وهأكد عليك كل بداية تحدي ان كل بداية تحدي تعتبره بداية مسابقة جديدة كل بداية تحدي سواء انت مكمل معانا في التحديات اللي فاتت او جديد معانا فابدأ معانا من التحدي الجديد ما تستناش بداية مسابقة ما تبتديش المسابقة من الاول لا ابدأ معانا من التحدي الجديد وحتى يا سيدي اعتبر كل بداية يوم جديد هي بداية تحدي جديد لنفسك عشان كده كل الناس اللي بتسألني ابدأ معاكم من الاول ولا استنى المسابقة اللي جاية ابدأ معانا من دلوقتي ابدأ معانا من بداية التحدي السادس علشان تتشجع وهتلاقي ناس كتير بتشجعك وان شاء الله مكملين معاكم تحديات قادمة لغاية ما توصلوا لهدفكم الناس اللي نفسها تخس بجد وتوصل للرشاقة بجد الناس اللي نفسها فعلا بتحلم بتحلم ان هي تشوف جسمها رشيق انا بقولك التزامك بهدي المسابقة في هذا الوقت من العام فعندك طريقة مضمونة ان انت تنسف بيها كل دهونك ان شاء الله عشان كده لازم نتشجع ونبدأ مع بعض ونفهم جسمنا ونفهم الكتالوج بتاع جسمنا علشان نوصل لهدفنا ويلا بينا بقى نروح نشوف شرح التحدي السادس يلا بينا اسهل الطرق للوصول لانظمة لو نفسك تخس اولها تطبيق لو نفسك تخس اللي تقدر تحمله من على جوجل بلاي واللي هيجي لك اشعارات بشكل يومي من التطبيق علشان تشجعك وكمان تقدر تدخل جوه التطبيق علشان تشوف نظامك يوم بيوم وكمان جميع الانظمة ولو ما عندكش اندرويد ادخل على موقعنا الرسمي لو نفسك تخس واشترك في قناتنا على اليوتيوب لو نفسك تخس اللي فيها كل الفيديوهات التشجعية والحماسية وكمان المعلومات المهمة جدا وادخل على قناة مطبخ لو نفسك تخس لو نفسك في اكل صحي رائع جدا جدا وبأسهل الطرق وكمان تابعنا على الفيسبوك صفحة لو نفسك تخس الرائعة مع فريق عمل قوي جدا هيشجعك ويقويك ويدعمك خلال رحلة التغيير وادخل على انستجرام لو عندك حساب على الانستجرام هتلاقينا برضو هناك وبنشجعك وبنقدم لك النظام بشكل يومي من خلال الانستجرام اما لو عندك تليجرام فهتلاقينا برضو وهتلاقي قناة لو نفسك تخس على التليجرام اللي هتشجعك واللي هتوصلك المعلومات بشكل يومي اما تويتر فهتلاقينا برضو على تويتر بنشجعك وبنقدم لك النظام. وشرح سريع للتحدي السادس من مسابقتنا في البردة هنخس بجد وتنويه مهم لو انت عندك اي مشكلة صحية ارجع لطبيبك فورا قبل البدء في النظام طبعا عندنا تلات انظمة نظام جميع الاوزان مناسب للناس العادية والنظام المرضعات للمرضعات والحوامل ولكن بعد استشارة الطبيب والنظام الاشبال اللي مناسب للاشبال من حداشر لستاشر سنة فيلا بينا نبدأ بنظام جميع الاوزان والتحدي السادس وهنلاقي عندنا النظام للناس الجديدة اللي متابعة معنا وبتقول هل ينفع ابدأ معكم النظام من التحدي السادس تبدأ معنا من التحدي السادس مش شرط تبدأ من التحديات اللي فاتت. فلو انت جديد معنا ابدأ معنا فورا من التحدي السادس وهشرح لك كده اول يوم هو علشان تمشي بعد كده وتفهم الايام التالية عاملة ازاي. بص يا سيدي انت اول ما بتفتح النظام بتلاقي عندك متقسم تلات اقسام كده. اول حتة او اول جزئية دي بيكون فيها اسم التحدي. والنظام بتاعه ايه? اللي هو النظام جميع الاوزان. واليوم بالتاريخ. وبعد كده بتلاقي حاجة اسمها تنشيط الحر قبل الفطار. ليك تلات اختيارات. يا اما انت اخد معلقة عسل كبيرة من العسل. بتاخد معلقة كبيرة من العسل. النحل و كباية مية او تلات تمرات مع كباية حليب او كباية مية او سمرت فكهة زي ما انت عايز بقى سمرت فكهة مسموحة مسلا تفاحة برتقالة اللي انت عايزه فده اول حاجة قبل الفطار. يعني قبل ما تحضر فطارك خالص. طيب الفطار اوقات بيبقى فيه نشويات واوقات ما فيهوش نشويات. لكن اليوم ده مفيش نشويات في التلاتة واجبات. فهتلاقي مكتوب كلمة ممنوع النشويات. يعني لما حضرتك هتلاقي جبنة عشان انت متعود تاكل جبنة وعيش. فلا. طالما مكتوب ممنوع النشويات مينفعش هيكل. متقولش اصي الجبنة جاية مع العيش. لأ. مفيش كده. هي الجبنة ده بروتين مع الخضار. فالفطار بتاعنا بروتين وخضار فقط. الغدا فهنلاقي عندنا مكتوب بندة هو بروتين وخضار. ممنوع النشويات ناخد بندة من يعني انت بسا بتحب السمك. فاكل تلات سمكات خلاص مع طبق صلطة كده حلو فده وجبة الغدا. العشاء فعندك ممنوع النشويات. تشوف كده لو انت عندك تونة تصفيها من الزيت وتاكل تونة مع مع شوية خيار مع طماطماية ليك في اليوم مسلا ليك طماطمايتين تاخد منهم طماطماية. او صلطة يونانية خيار طماطم خاص بقدونس تلات حبات زتون خمسين جرام جبنة ابيض قليل الدسم. وطبعا لما تاخد تلات حبات الزيتون دول دول بديل لي معلقة زيت الزيتون اللي هتلاقيها هنا في الوجبات الخفيفة. تيجي بقى هنا على الوجبات الخفيفة. ايه بقى دي الوجبات الخفيفة دارش? الوجبات الخفيفة دي دي وجبات انت حضرتك بتاكلها خلال اليوم. توزعها على اليوم. كل الحاجات دي. يعني مسلا سمرة فاكة. ليك سمرة فاكة? وزعها على مدار اليوم. ليك كوبايتين حليب? وزعهم على مدار اليوم. ليك جزرتين. ليك براحتك خالص. معلقة زيت زيتون ممكن ابدلها بالتلات حبات زيتون او ان انا اخد معلقة زيت زيتون. بس معلقة زيت زيتون احسن وافضل من تلات حبات الزيتون. طبعا الخضار خاص التجارجير اه دول باي كمية في اي وقت. وليك كوبيتين او مشروبين اه في اليوم مسلا شاي وقهوة ينسون ونعناع بدون سكر طبعا. ويعني دول الوجبات الخفيفة والتعليمات هنا مهمة جدا المية من من تمانية لاتناشر كوب بشكل يومي تشربهم على مدار اليوم وزعهم على مدار اليوم ما ينفعش ان انت تشرب كمية كبيرة في وقت واحد لا وزع التمن كوبات او الاتناشر كوباية على مدار اليوم بجدة هفر معك جدا في نزول الوزن وفي موضوع الامساك مش هتلاقي عندك امساك وكمان هتلاقي ان انت محسن من اداء الجسم وبالتالي الحرق بتاعك بيعلى بشكل كبير جدا. طبعا شربة الخضار ممكن تشرب شربة خضار في اي وقت سبق وقولنا وتشرحنا وتكلمنا ان شربة الخضار بتكون بالمية بالمية مش بالمرأ الدجاج او اللحمة بالمية ومعاهم مسلا الكوسة والفاصولية الخضرة وممكن ممنوع البسلة لان البسلة دي تعتبر كرب يعني زيها زي العيش زي الرز زي المكارونا فعشان الناس اللي بيتجيب شربة الخضار جاهزة خد بالك بيبقى فيها جزر وفيها بسلة الجزر مقنن عندنا لينا الجزرتين في اليوم فانت ممكن تعمل شربة الخضار بتاعتك من الكوسة تعملها من الفاصولية الخضرة تضيف عليها جزرة من الجزرتين تبشر عليهم انت مطمية وطبعا اتكلمنا في الكلام ده كتير ولكن لو انت جديد فهتلاقي الكلام ده اول مرة تسمعه وتحط عليهم شوية توابل وبهارات وكده وبالهانا والشيء. اليوم التاني من التحدي السادس زي ما انت شايف كده عندنا اليوم ده بيبقى كده الفطار بتاعه زي العشاء بتاعه. فطاره زي العشاء. طيب يعني ايه? يعني انت بتاخد اتنين توست بني زي اتنين معلقة صغيرة من العسل النحل. يعني تجيب كده توستايتين? او تجيب نص الغيب في عيش بلدي. وتحط فيه معلقتين عسل نحل صغيرين. خلاص? وكباية مية. آآ كباية حليب. معاهم مسلا. وتفطر الفطار المتين بتاعك. طيب العشاء نفس الكلام بالزبط. نفس اللي انت عملته في الفطار. طيب الغداء بورتين خفيف مع خضار. بورتين خفيف مع خضار. طيب الوجبات الخفيفة. ليك وجبة كمان خفيفة. ليك لو انت مسلا ليك ربع رغيف بلدي. او واحدة توست بني مع معلقة صغيرة من عسل النحل. ليك واحدة توست بني مع معلقة صغيرة من عسل النحل. تاكلها بقى مسلا ايه? بعد الغداء? قبل الغداء? آآ براحتك بقى. خلاص? ليك كبايتين حليب خليد ده سام. ليك جزرتين وطماطميتين. ليك بقى بقى الايه? الحاجات اللي موجودة في الوجبات الخفيفة. تعليمات في في اليوم ده تناول من تمانية اتناشر كوب بشكل يومي. مورسة الرياضة. شربة الخضار في اي وقت. احرص على تناول خضروات خلال اليوم. يوم لذيذ كده وخفيف ومتنوع لكسر سباة الوزن. اليوم التالت بقى زي اليوم اللي قابله بالزبط بس تشيل العسل وتحط مكانه جبنة. يعني تشيل العسل وتحط مكانه ايه? جبنة. زي ما انت شايف كده عندك مسلا الفطار بيكون في البروتين جبنة قريش او جبنة قليل الدسم. اي جبنة قليلة الدسم عندك بيضة خلاص اه تقدر ان انت تستخدمها وتكون بنص كمية الجبنة القريش. مع النشويات. اتنين شريح التوست بقى او اه رغيف خبز رضة او نص خبز حبة كاملة زي ما انت عايز. والفطار نفسه العشا. وليك وجبة خفيفة واحدة توست ايه? اه بني مسلا او ربع رغيف بلدي. مع مية جرام اه جبن قريش او خمسين جرام جبن ابيض. خليق اه قليل الدسم. طبعا الغداء عندنا ممنوع النشويات. في يوم ده طبعا يوم جميل جدا وحلوة قوي 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 ومريح جدا جدا لناس كتير. اليوم الرابع ونروح بقى شايلين منك النشويات اللي انت خدتها خالص. نروح شايلين منك النشويات ونلعب لعبة مع الجسم عشان نخلي الجسم يحرق من الدهون فنروح جدخلين عليه باليوم اللي هو مفهوش لا فكهة ولا فيه نشويات فيه التلات وجبات. نروح لليوم الخامس ايضا مفيش نشويات في التلات وجبات وايضا مفيش فكهة مع تنوع اكثر للبروتين. ده كده هو متنوع البروتين اكتر وده البروتين خفيف. نروح بقى لليوم السادس فاليوم الانقاذ السريع اللي بنفطر فيه ونصوم خمس ساعات نفطر فيه خبز اه او توست مع العسل ونصوم خمس ساعات والغدا بدون نشويات والعش هيكون ثمرتين فكهة. اليوم السابع واليوم المفتوح وليج وجبة مفتوحة في الفطار تاكل كل نفسك فيه واول ما تحس بالشبعة كده توقف اكله تصوم خمس ساعات تشرماية كتير. الغدا نفس الكلام وهكذا. فبالهنة والشفاء لهذا اليوم. نروح بقى لنظام المرضعات والتحدي السادس للنظام المرضعات اليوم الاول الفطار بتاعنا فيه نشويات الغدا بدون والعشة بدون نشويات. اليوم التاني فهنلاقي عندنا اليوم اللي احنا شرحناه من شوية اللي فيه التوست والعسل او العيش والعسل في الفطار والعشة والوجبات الخفيفة. واليوم التالت فنفس الكلام هو برضو الجبنة والعيش في الفطار وفي الغدا وفي العشة والغدا بدون نشويات ووجبة سناك فيه من ضمن الوجبات الخفيفة هتلاقي عندك التوست او العيش والجبنة واليوم الرابع فهنلاقي عندنا هنا الفطار في نشويات الغدى بدون والعشا بدون نشويات والعشا اليوم الخامس فهنلاقي عندنا الفطار في نشويات الغدى والعشا بدون نشويات واليوم السادس الفطار في نشويات والغدى والعشا بدون نشويات واليوم السابع والاخير من اتحاد السادس النظام المرضاعات فهنلاقي عندنا وجبة مفتوحة في الفطار وجبة مفتوحة في الغدى والعشا بدون نشويات. نظام الاشبال والتحدي السادس فنلاقي برضو نفس الكلام مع زي نظام المرضعات مع زيادة او تقليل كمية الوجبات الخفيفة وممكن نقال كمان كوباية حليب فنلاقي عندنا كوبايتين حليب بدل تلاتة في نظام المرضعات نفس الكلام اليوم الاول فطار فينا شويات غدا وعشا بدون اليوم التاني اليوم اللي فيه التوست والعسل في الفطار والعشا والوجبة الخفيفة وهنا اليوم التالت فاليوم اللي فيه الفطار زي العشا اللي وجبنا والعيش واليوم الرابع زي ما نشايفين فطار فيه نشويات غدا وعشا بدون اليوم الخامس فطار نشويات غدا وعشا بدون واليوم السادس فطار نشويات والغدا والعشا بدون واليوم السابع والاخير من التحدي السادس نظام الاشبال فاليوم المفتوح وبالهنة والشفا للاشبال تعالوا كده نروح لجداول التعليمات جداول التعليمات المهمة جدا والبدائل في الانظمة والكلمات الدلالية باللهجات المختلفة حاجات مهمة جدا 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 ناس كتير لا تلتفت اليها وبتسأل كتير لكن لو قردت جداول التعليمات هتفرق معاها بشكل كبير يعني احنا عندنا اكثر من نقطة في هذه النقاط لو انت قردها هتقدر ترفع من معدلات الحرق بتاعك وخسارة الدهون ولكن ملخص هذه النقاط اللي انا هسيبك تقراها ان انت لو نمت بدري وصحيت بدري وفطرت بدري انت كده بتخص اسرع ان انت لو اهتميت بتناول الميا انت بتخص اسرع ان انت لو حسنت من حالتك النفسية هتخص اسرع ان انت لو التزمت بالنظام الغدائي كما هو هتخص اسرع ان انت في البرد هتخص لوحدك الحرق بتاعك عالي جدا مجرد شوية التزام هتلاقي الدنيا زبطت معاك حتى لو انت من النوع اللي بتلغبط في بعض الاوقات لكن في البرد هتعوض اللقبطة دي وهتلاقي نفسك بتخص اسرع. عشان كده لو مشيت على النظام بدون حتى عك هتلاقي الدنيا زبطت معاك مية وتمانين درجة وفي اسرع وقت. طبعا دي كده خطة تقدر ان انت تتبعها او لا براحتك خالص. تقدر ان انت تمشي على النظام بهذا الشكل مسلا انه توزع وجباتك. دي خطة مقترحة مننا ليك. ده جدول التقييم الاسبوعي اللي انا بتمنى ان انت تتبعه كده وتكتب فيه مسلا رقم الاسبوع بتاعك. التحدي الاول التاني التالت التامن وهكزا. وتشوف وتقيم نفسك انت يعني ملتزم لاقصى لاقصى كام درجة جبت كام درجة من سبعين. طبعا ازاي تدير اليوم المفتوح بنظام السعرات الحرارية? ناس كتير بتقول يا بش مهندس انا عايزة بقى كده اتوغل في الموضوع واشوف ازاي ان انا مسلا يعني اقدر احسب سعراتي. ببساطة جديدة كده كل واحد فينا سعراته مختلفة عن التاني. بس سعراتنا قريبة لبعض. مش بعيدة. يعني مفيش حد مسلا اه السعرات عنده مسلا الفين سعر حراري واحد تاني عشر تلاف سعر حراري. مفيش كده. لا هتلاقي الرنجات يعني الفين الفين وخمسمية تلات تلاف اقصى حاجة تلات تلاف ربعمية مسلا هتشوفها في الجدول ده. يعني مفيش اعتقد اكتر من كده. وده بيبقى يعني رجل وسنه من حداشر لتمنتاشر سنة. ويعني اللي هو بقى ايه? الحرق بتاعه نشط جدا بيتحرق كتير جدا وبيحرق كتير. فهتلاقي ان الحرق بتاعنا متوسطه قريب قوي لبعضه. طيب ازاي ان انا احسب مسلا يعني انت مسلا لو رجل عندك مسلا تسعة وتلاتين سنة زي كده فتختار هذا الاختيار من واحد وتلاتين لخمسين سنة. لو انت مسلا متوسط النشاط البدني بتاعك فهتقول له والله من الفين وربعمية الفين وستمية نقول الفين وخمسمية وزع بقى الفين وخمسمية دول على يومك في اليوم المفتوح او بعد ما تتغير وزعهم على اليوم المفتوح. خلي دايما اني مسلا الاكل زيادة الصبح يعني اربعين في المية للفطار اربعين في المية للغدا والباقي وزعوا على مدار اليوم في صورة سناكس مثلا هم اربعين واربعين كده تمانين لسه عندك عشرين في المية ما بين العشاء وما بين السناكس وكذا. فهتلاقي اقرأوا الكلام ده كويس فهيفرق معاك بشكل كبير جدا جدا. نفس الكلام للمرضاعات ولكن بنزود حوالي خمسمية سعر حراري. الحقيقة المرضاعات بتزيد عن المعدل الطبيعي. من خمسمية ممكن يصل لتمنمية على حسب معدل الرضاعة للطفل بتاعها. الاشبال برضو عندهم الحارق مرتفع. يعني حتى المسال اللي احنا اخدناه من حداشر لتمنتاشر سنة كان ليه الاشبال. يعني هتلاقي ان انت عندك لو انت ولد يعني كده من حداشر لستاشر سنة هتلاقي لو انت نشيد ممكن تحرق تلات تلاف وربعمائة سعر حراري. وده من اقصى الارقام اللي ممكن نشوفها في هدي الجداول. طبعا الكلمات الدلالية للنظام باللهجات العربية. كتير من الناس بشوفها بتعلق بتولة بشواندس احنا عايزين نفهم النظام ده طبعا يعني ان شاء الله في المستقبل ان شاء الله بازن الله نعمل لكم الانظمة باللهجات بتاعتكم ان شاء الله. ولكن ادعو لنا بس ان ربنا يعطينا من الوقت. فليعلم الله اني يعني بعمل كل ما في وسعي والله العظيم بعمل كل ما في طغتي والله لدرجة اني انا ممكن بقع من طولي من كتر ما انا ضغط على نفسي عشان اطلع اقصى ما عندي عشان ربنا ما يحسبنيش ان انا ممكن اكون قصرت معاكم في حاجة. فانا عملت لكم الجداول دي علشان تشوف بس انت مسلا الجبنة القريش عندك عاملة ازاي? الحليب اسمه ايه? اللبنة اسمها ايه? البيض الاملت يعني ايه? الدجاج يعني ايه? السمك البلطي يعني ايه? طبعا دي من الهاجات المغربية والجزائرية والشامية. طبعا دي قايمة الفواكه المسموحة اللي انت زي ما انت شايف كده. فواكه مسموحة اللي ليك اه واللي تقدر تاخد منها. ودي الكميات بتاعتها تاخد منها قد ايه? وما يعادل ثمرة الفكهة وما يعادل الوجبة كاملة واقصى حاجة ممكن تاخدها خلال اليوم قد ايه? دي الممنوعات من الفكهة مهمة جدا تقرأها. ودي قائمة بداء الخضروات مهمة جدا جدا جدا. طبعا كل الكلام ده هتلاقوها على تطبيق لو نفسك تخص على جوجل بلاي وعلى موقع لو نفسك تخص فالامور سهلة. مش شرط ان انت تشوفها في الفيديو او تكون واضحة قوي. دي حصة النشويات. ايه البدائل بتاعت النشويات? في يعني اعتقد ان احنا ما سبناش حاجة اللي تكلمنا فيها عشان ما يبقاش عندك حجة وتضيع النظام من ايدك. دي بدائل البروتين. كميات قد ايه? البدائل عامل ازاي? ده البروتين النباتي. ودي المشروبات اللي انت ممكن تشربها. ودي الممنوعات الدايمة. الممنوعات اللي ضرة جدا بيك. الممنوعات اللي بتأزيك. الممنوعات اللي انت كل ما هتتفضل ماشي وراها هتدمر صحتك تاني من اول وجديد. نقلل منها قدر المستطاع في اليوم المفتوح حتى. وما بعد التغيير نحاول نحن نبتعد عنها تماما. وايه نستبدلها. وان شاء الله يبقى لينا حلقة ازاي ممكن نستبدل الممنوعات دي بحاجات مفيدة وتكون طعمها كويس ان شاء الله. دي الممنوعات المؤقتة. يعني ايه مؤقتة? يعني بنوقفها بس خلال النظام. علشان نزبط بعض الحاجات. في حاجات انت بتعتبرها زي مثلا مثلا البسلة او البازلاء. ليه ممنوعات مؤقتة هنا? علشان هي فيها نسبة كارب عالية. لو احنا اخدناها على انها خضار هتلاقي وزنك سبت. فهتسألني تقولي انا وزن سابت ليه? مع ان انا باكن خضار. فتكتشف ان انت بتاخد حاجة بديلة للرز وانت مش عارف ان هي بديلة للارز. بعد ما شفنا شرح التحدي السادس اتمنى من الجميع الالتزام. الالتزام ثم الالتزام. لان الالتزام ده هو الحاجة اللي هتوصلك للرشاقة في اسرع وقت. والله العظيم. ما فيه اسرع من كده. هتلاقي نفسك كل ما هتلتزم هتتشجع اكتر وتتقوى اكتر وتوصل لهدفك اكتر واكتر. تحية اليكم واستودعكم الله الذي لا تضيع دعوه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم. طبعا فيه ناس هتشتكي وتقولي النظام خطه صغير قوي ومش باين ومش شايفين حاجة. فارجوكي هندسة كبر النظام وكبر الخط شوية. هقولك ان انت طبعا لو انت ماسك الموبايل بالوضعية دي اكيد طبعا مش هتشوف حاجة لان الكلام صغير جدا وانت اصلا محتاج ان انت يكون نظرك قوي جدا. لكن بكل بساطة انت لو فعلت وضع دوران بتاع الموبايل وروح تلافف الموبايل كده بص اهو. بقى النظام بكل الشاشة يعني النظام ملا الشاشة كلها بتاعت الموبايل. مش بس كده. انت ممكن تعمل زوم مجرد ان انت عملت بصباعك كده يا سبعينك الاتنين كده. تقدر تزوم على الحاجة على النظام. خلاص اهو. بص عاملت ازاي. كبير جدا. يعني يباين وضوح الشمس يعني. بس. ده علشان الناس اللي بتشتكي من ان الخط صغير او مش قادرين يقروا النظام. فالنظام واضح جدا جدا. فمش عندنا حجة خلاص. فياريت نلتزم بالنظام. شكرا لي.